موسيقى مش بتحب توجهي معايضة للمعلمين بقلهم كمان كل عامو هنن بقى الف خير ويستمر بناء هالمجتمع هالجيل وابداً ما يتدايقوا من هالظروف يعني الكل البلد عم بتمنروا بظروف ويضلوا يعني يشتغلوا بضميرة متل معاهدنا انه هن المعلمون بناء حقيقيون متل معاهد الرئيس الراحل حافظ الأسد يعني المعلمون بناء حقيقيون يستمروا على هذا بناء جيل بأكمل يعني يعني لسه بحاجة المعلم والأم بعيد المعلم بتمنى يرجع للمعلم متل ما كان ايام لما كنا نتخبى لما نشوفه كنا نتخبى من طريقه لما نشوفه لانه كان إلو قيمي المعلم إلو مكانة كتير كبيرة بالمجتمع وهو اللي عم يساهم بتربية هالأجياء منقل لهم كل عامو انتو بخير والله يدينكم نزخر لهالوطن طيب هلأ نرجع بالزمان لورا في شيء استاذ بتتمني ترجعي تلتقي فيك انت تحبي معدته؟ والله كل أساديستي بالابتدائي بتمنى ارجع لاقيهم اي أستاذ اكتر شي كتبت فيك؟ أنا استيب صف الأول والتاني اسمها ازدهار جابر بتمنى ارجع التأفية طبعا كل الأساذي كانوا بالنسبة لي كتير كتير أصدقاء حتى كلهم بتعرفون وكلهم بتذكرون كلهم مدرسين من المرحلة البتدائية بتذكرلك أسماء واحد وراتنا المصف الأول كل سنة شو مين علمني حتى اللي أنا متقعد وأنا مدرس في أساذ عربي اسمه عدنان سلوء الله يوجه له الخير اي أصف كنتي؟ ببكالوريا تحبي يرجع الزمان وتلتقي في المرداني؟ يا ريت لكن الله يرحمه والله أستاذ الفيزيا اي أصف بالبكالوريا الله يرحم اللي راحه وفيه أستاذ أستاذ الرياضيات إذا شافني ممكن تذكرني اسمه علي سليما اي أصف كنتي؟ أستاذ عربي أي أصف كنتي؟ ليه بتحبه؟ كان يعطيه من قلبه ببكالوريا أستاذ علي أبو فتني كان يعطيه من قلبه بصف الثامن لأكمل موسيقى بموسيقى 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 موسيقى بموسيقى